التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع عدد من مقاتلي قوات حرس الحدود وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل قوات حرس الحدود والذي يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود والتي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية كما أكد أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليل نهار ويبذلون الغالية والنفيسة من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس تناول خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة والتحديات المطروحة على السحتين الإقليمية والدولية وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة